ضيف الحليب على الفلفل ووفري 250 جنيه وانسحيرت كل يوم في الفطار والعشاء وصفة سهلة اقتصادية موفرة اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا اللي ما بتقدرهوش ابدا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد اللايك بيباليش يا جماعة مش بفلوس والله بس انا مش عارف انتوا بتستخسروا فينا اللايك ليه مفيش مشكلة اول حاجة بقى كده هنجيب 3 4 5 6 7 كده 10 فلفلات رومي حار احمر اخدر اصفر اللي انتوا بتحبوه حسب الرغبة طبعا الحار ده يا جماعة هنبدأ ان احنا طبعا نشيل كده البزر ونشيل الجزء اللي هو الخلفي من الفلفل وبعد كده هنضيفه في الحلة وبعد كده هنحتاج كبية من الحليب ممكن كبية صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده يا جماعة او نص كبية اللي هي بتاعت الشاي الكبيرة بعد كده هنضيف طمط ماية متقطعة كده 4 4 تكون صغيرة بعد كده نص معلقة صغيرة من البابريكا ولو مش موجودة مفيش مشكلة هنرفع بقى الحلة دي على النار لغاية نتبدأ انها تغلي اول ما تغلي هنوطي كده لمدة 7 دقيق بعد كده لو انتوا عندكم جبن قريش اي نوع جبن عندكم مفيش مشكلة انا كان عندي قطعة من الجبن القريش ولكن كانت متفتتت بالشكل ده صفتها من المية ومن الشرش اللي هو بتاع الجبنة وبعد كده قلت لها بقى يلا نعمل بيكي الوصفة طالما محدش عايز يكلك بالك شهر في التلية هنجيب بقى دورة كده الهند بلندر بتاعنا وهنبدأ ننزل بالجبنة بتاعتنا ممكن تستخدموا الكب عادي مفيش مشكلة نزلنا بقى بالجبنة وبعد كده هنكمل الباقي عايز اقول لكم لو مش عندكم يا جماعة مسلسين من الجبنة نستو مفيش مشكلة لو انتوا حابين تزودوا قيمة غزائية وكمان طعم احلى ممكن تضيفوا مسلسين من اي نوع جبنة نستو عندكم وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من زيت الطعام يستحسن طبعا يكون الزيت فاتح واي زيت انتوا بتحبوه تقدروا ان انتوا تستعمله عادي هي معلقة كبيرة بس مش اكتر وبعد كده بقى يا جماعة معلقة صغيرة من الزعتر ولو انتوا مش بتحبوه او مش عندكم برضو مفيش مشكلة ولكن الزعتر هيدي طعم جميل جدا جدا بعد كده بقى نجيب الحلة بتاعتنا اللي فيها الحليب والطماطم والفلفل وهنبدأ ان احنا نصبها كده في الدورق بتاعنا عايز اقول لكم لو انتوا مستنين او انتوا حابين ان الحليب يهدى شوية مفيش مشكلة يعني لو انتوا حابين ان يخلص الدخان اللي هو طالع منه دوت كده ويكون اهدى ممكن تنتظروا عادي مفيش مشكلة بعد كده بقى يا جماعة هنبدأ نجيب الهند بلندر بتاعنا وهنبدأ ان احنا نضرب المكونات دي كلها مع بعض زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ساكتين ليه ما تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم شايفين يا جماعة بمجرد ما ضربنا المكونات دي كلها طلقت لنا احلى جبنة ممكن تكلوا في حياتكم عايز اقول لكم من اجمل واحلى الجبن اللي انا كالتا في حياتي بصراحة شايفين يا جماعة القوام عامل ازاي؟ عايز اقول لكم حاجة يا جماعة لو انتو حابين القوام يكون اخف من كده هتزودوا شوية من الحليب ولو حابين القوام يكون اتقل من كده هتزودوا اي نوع جبنة عندكم القوام هيبقى اتقل انا بصراحة دايما بحب في اي اكلة واصفة انا بعملها تكون خير الامور الوسط يعني تكون كده حاجة يعني القوام بتاعها متوسط عايز اقول لكم يا جماعة بسم الله ما شاء الله الكمية عملت نص كيلو في حين ان احنا مثلا اخدنا حتة جبنة 150 جرام او حاجة زي كده يعني في حدود تمن ومع ذلك وصلنا للنص كيلو عايز اقول لكم يا جماعة وصفة سهلة واقتصادية تقدروا تغمزوها كده ممكن تتقيلوها شوية وتانيلوها في صندوق شات عايز اقول لكم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجردنا ادوصوا لايك للفيديو وتشاركوا في كونه وتصالوا على النبي والسلام عليكم